اشتركوا في القناة وما اهداف محاولات التضليل تقرير صادم لليونسف فهل يصبح مصير اطفال لبنان كمصير اطفال اليمن اهلا بكم مشاهدين الى نشرة صوت بيروت انترناشنل في لبنان والعالم يمكن كل شيء ان يتغير لكن اركان المنظومة عندنا لا يحلون ولا يزلون وطبعا لا يتغيرون ممارساتهم السيئة الفاسدة هي هي والاخطر استهتارهم بما تبقى من مصالح الناس ومقومات الحياة تخيلوا منذ 11 شهرا ونحن نبحث عن رئيس للحكومة لكن عبثا جاء مصطفى اديب واعتذر ثم جاء سعد الحريري واعتذر بعضهم يقول ان السبب صراع اقليمي دولي وان طرفي الصراع امريكا وايران حولا لبنان ساحة للاشتباك السياسي بينهما طبعا في القول هذا جانب من الحقيقة لكن في المقابل اين ارادة اللبنانيين اين قدرتهم على تحييد انفسهم وبلدهم عن السراعات القاتلة في المنطقة والاهم اين الروح المسئولية عند من يعتبرون كبار المسئولين وتحديدا عند رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومن كلف تشكيل الحكومة اضافة الى رؤساء الاحزاب وايضا اين روح المسئولية عند حزب الله الحزب المستقوي بتنظيمه الحديدي وصطوة السلاح الذي يملكه ليفرض ارادته على اللبنانيين الجميع يتساون في المسئولية بل الجميع يتساون في التقصير لكل طرف حساباته الخاصة ولا احد من هذه الاطراف يحسب حسابا للبنان فمن اجل حقيبة هنا وصلاحية هناك دمر البلد وصار الشعب على الارض يحكم واليوم من يراهن على صحوة ضمير عند الاحزاب الحاكمة مخطئ ومن لا يصدق فليتابع كيف ان احزاب المنظومة تتسابق على توقيع عريضة لاخراج قضية تفجير المرفأ من يد المجلس العدلي واحالتها على هيئة قضائية لم تنعقد يوما هي المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ان منظومة لا تبالي بالشهداء هل يمكنها ان تبالي بالاحياء وان منظومة لا تخضع ولا تخشع امام رهبة الموت والاستشهاد هل يمكنها ان تخضع وتخشع امام ارادة الشعب كل الكلام لم يعد يجدي واذا لم يتم التغيير من خلال صنديق الاقتراع كما حصل امس في النقابة تنطفد فان حبل المنظومة الملتف حول اعناقنا سيبقى الى الابد فهل نكون كشعب على قدر المسئولية والتحدي هذه المرة بالارقام ما حقيقة الودائع السورية في مصالف لبنان وما هدف محاولات التضليل في تشرين الثاني 2020 اعلن رئيس النظام السوري بشار الاسد لأول مرة ان اموال السوريين المدعة في لبنان هي ما بين 20 الى 42 مليار دولار رئيس هذا النظام الذي سرق مليارات من اموال اللبنانيين ابان الاحتلال السوري للبنان ولا يزال عبر مافيات التهريب عاد مجددا بعد اشهر الى نغمة الودائع السورية وهذه المرة منح الاسد لنفسه حق رفع المبلغ ليطالب باموال بين 40 الى 60 مليار دولار فيما يخص الارقام ما حدا بيقدر يعرف هذه الارقام لانه لا يوجد احصاءات رسمية حقيقة المصارف بتطلع بس بحسب معايير اذا كان مقيم او غير مقيم على الارض اللبنانية وبحسب الليرة اللبنانية والعملة الصعبة لا يوجد معايير اخرى على اساسها منقدر نعرف كيف موزعة الودائع لذلك هذه الاحصاءات غير موجودة هلأ كله تخمينين بالارقام حسب جمعية المصارف في ايار 2021 بلغت قيمة الودائع بالعملة الصعبة للمقيمين 73.5 مليار دولار ولغير المقيمين 27.3 مليار دولار موزعة على كل الجنسيات ومنها المغتربين الذين فتحوا حسابات استنادا الى جنسياتهم الاجنبيات وهذا بحد ذاته كاف لضحض مزاعم الاسد اضف الى ذلك وبحسب مصادر مصرفية فان غالبية الاموال العائدة للسوريين المتمولين وهم افراد تم اخراجها من لبنان في فترة ما بعد 17.20 2019 حيث تم تحويل ما يزيد عن 6 مليارات دولار كما اخرجت ايضا اموال عامي 2013 و2014 وهذه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاعلامية حتى من لايه انه بسنة 2011 عشان بدل الازمة السورية اكيد بلشت حقيقة حركة النزوح في كتير من المتمولين يلي فلوا على الدول المجاورة ونقلوا مصنعهم نقلوا اعمالهم الى لبنان ولكن الاحتاس اللي حدثت بلبنان في 2013 و2014 من تفجيرات ويلما ونالكم من بعدها في سنة 2015 مع استفحيل الوجود الداعشي الارهابي بلبنان فلوا وفلوا على تركيا وعلى مصر واخدوا معهم اموال كتير ولكن مهلا لا تنسوا قانون قيصر الذي يمنع تحويل العملة الصعبة الى النظام السوري تحت طائلة العقوبات في المحصلة كلام الاسد لا يسمن ولا يغني وهو مجرد قنابل صوتية لتبرير ما جنته يداه من ارتكابات بحق الشعب السوري والان الى الفقرة السياسية مع الزميلة دونيز رحمة فخري مرحبا دونيز مصال خير ماجد اليوم المجلس اعلى للدفاع اجتمع بالأسر الجمهوري والانظار توجهت لهونيك الى جانب موعد الاستشارات الدعوة الى الاستشارات طبعا يعني هاي اللي حركت الامور اذا الاسنين المقبل موعد للاستشارات النيابية الملزمة لكن الدعوة الى الاستشارات لا تعني انه حصل اتفاق على البديل وتحديد موعد الاستشارات جاء بعد اجتماع بحسب المعلومات جمع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساءل احد مع حزب الله وجرى التداول ببعض الاسماء لكن لم يحصل اتفاق على ان يستكمل الموضوع بعد عيد الاطحى من هنا احتمال ارجاء موعد الاستشارات الاسنين المقبل لا يزال احتمال قائم في الانتظار اجتماع طارق للمجلس الاعلى للدفاع استدعي الوزراء اليه على عجل واقتصر على اعضائه الحكميين اي وزراء الدفاع الخارجي المال الاقتصاد والداخلية فقط مع رئيس المجلس الاعلى الرئيس ميشيل عون ونائب الرئيس رئيس الحكومي حسن دياب اللافت انه لم يشارك احد من القادة الامنيين ولم يستدعي رئيس المجلس لم يستدعي رئيس المجلس احدا ممن تقتضي اعمال المجلس الاعلى حضوره ثلاث مواضيع شكلت جدول الاعمال الوضع الامني عشية عيد الاطحى والمفارقة ان النقاش حصل في غياب قادة الاجهزة الامنية الموضوع الثاني الامن الصحي ووزير الصحة لم يدعى لحضور الاجتماع اما البند الثالث فكان البت بطلب المحقق العدلي في انفجار المرفأ بملاحقة المدير العام لقوى امن الدولة اللواء توني صليبة المستغرب ان البند استبعد او ارجع البت به بحجة عدم ارسال المحقق طلبه الى الجهة المعنية اي الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وذلك بناء لقرار هيئة الاستشارات التي اعتبرت ان الجهة المعنية ببت طلب ملاحقة صليبة هي المجلس الاعلى للدفاع وليس رئيس الحكومة وعليه رفع الحصان عن صليبة او طلب الازن بملاحقته سيحتاج الى مزيد من الوقت حتى يعاود القاضي البطار ارسال الطلب ويجتمع مجددا المجلس الاعلى يعني كسب المزيد من الوقت من دون اي حسم لهذه المسألة ايضا في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع لفتت صفة العجلة التي اعطيت للاجتماع الذي سبق الدعوة الى الاستشارات الاثنين وفي ظل المعلومات عن لا اتفاق وفي ظل رفض الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقين على تسمية احد فسر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي اجتمع اذا بصيغة حكومة مصغرة وكأنه رسالة الى المعطلين بين هللين والحرصين على صلاحيات رئاسة الحكومة للقول ما بتكن تسهله في حكومة مصغرة بديلة وبرئاسة رئيس الجمهورية الماروني وقادرة ان تجتمع وتقرر في الملفات الاساسية وهي بديل ايضا عن حكومة تصريف الاعمال مش هادية ابدا مش عادية ابدا مش عادية وهذا يعني سابقة لم تحصل ابدا بتاريخ لبنان بان يجتمع المجلس الاعلى للدفاع بها الصيغة المصغرة دونيز شكرا لألك على الاضاءة يعطيك العافية فوضى الشارع تقابلها فوضى سياسية بالخروج عن المبادئ البرلمانية والديمقراطية النظام البرلماني الديمقراطي في خطر ليزيد من مآسي الفراغ والسلطة السياسية العاجزة في عهد عرف أصلا انتهاكات دستورية عدة وتجاهل الأعراف والمرسيم في محطات مختلفة الفصل الجديد من التهديد بالخروج عن مبادئ النظام البرلماني هو تعطيل رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة رغم أنه يعلم بأن أي حكومة ستكون مسؤولة أمام مجلس النواب ما يعني أن الامتناع عن توقيع مرسيم التشكيل يعطل العمل المؤسسي الديمقراطي نحن في مرحلة القضاء على العمر البرلماني أو بأنفسه الأخيرة لهذا النظام البرلماني إن هذا العهد وموزه لحظة انتخاب الإمام الدشدعون رئيسا للجمهورية اتخذ شعارا سابتا وهو تجاوز الدستور عبر خلق أعراف جديدة ومنحها سطف الدستورية بقوة الأمر الواقع أما الفصل الآخر فيرتبط بتجاهل الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة بشكل سريع في بلد يرزح تحت أسوأ أزمة في تاريخه والسبب هو البحث عن اسم مرشح لرئاسة الحكومة يرضي الرئيس وهي مسألة تبدو وكأنها تتجاهل رأي وقرار النواب هذه المنظومة لكي تحافظ على موقعها ولكي تحافظ على مكاسبها قامت بالتعدي على الدستور وبالتالي بالتعدي على الناس وبالتالي هي كي تستمر بحكم هذه المجموعة قامت بالتهاك الدستور وبالتهاك هذا النظام البرلماني برمته هذا التجاوز ليس بالشيء الذي يذكر أصلا عند استعادة مشاهد الاجتماعات المختلفة في القصر الجمهوري التي تتناول إجراءات ومهمات تعكسه تدخلا في شؤون حكومية وتؤثر على القواعد البرلمانية القانونية وتهز النظام عامة هناك تجاوز للدستور برئاسة الجمهورية وهناك تجاوز للدستور بمجلس النواب وهناك تجاوز للدستور بأدل حكومة الأخيرة وهناك تجاوز للدستور في مجلس الأعلى للدفاع التي تصدى لأموره ليست من مهامه ولا من صراحياته كما تنص القوانين هي الفوضى فعلا فالشارع ليس سوى عينة بسيطة عن الاهتراء الذي تعيشه الدولة الديمقراطية في الظاهر والمنحرف عن كل مبادئ هذه الكلمة في الباطن والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع الزميلة جسي تراد قسطون جسي مرحبا بسمي رغم كل شي في عيد لازم نعيد مشاهدي صوت بيروت انترناشنل و بيروت سيتي بعرف أن العيد عم بيجي حزين على كل اللبنانيين ولكن خلينا دايما نتسلح بنتفي تأمل وعلى القليلة نفرحها تلتين عم نقول هيك بالحوار قبل النشرة أنه دايما بالعيد فيه بركة والبركة دايما نحاضر لازم نكون بالقلوب وبالأذهان ونتأمل خير بوجود الناس اللي منحبهم حوالينا كمان اليوم اقتصاديا كان فيه خبر هو موضوع المؤسس العمل الإسكان الجانب الضغطات الكبيرة ولكن الناس كتير اليوم كانت عم تتأكد شو صار مزبوط شو حيثيات قرار وتوجه المؤسس العمل الإسكان الأهم أنه ما فيه تغيير بالعقود اللي ماضيت اللي أخذ قرده بالليرة مستمر يسدد بالليرة بنفس الإيمي وطبعا فيه نظر يعني بطلبات كتير للتسديد مبكر وغيرها فيه نظر فيها يعني المؤسسة أكيد ما عم تاخد طلبات جديدة ولكن عم تتعامل مع الطلبات القديمة ما فيه تغيير أبدا هذا بريح شوي لأنه اللي بيتقدم للمؤسسة العمل الإسكان هني ذوي الدخل المحدود تفضل يا جيسي البداية إذن مع المؤسسة العمل الإسكان اللي أعلنت أنه ستضطر إلى أقفال مكاتبة أمام المراجعات الإدارية والميلية ولكن فقط من 26 تموز الحالي وحتى 9 أب المقبل ليتسنى إلى البت بألاف الطلبات اللي تقدم فيها المواطنين للتسديد المسبق لقروضهم أو لأي مراجعات أخرى والأهم بالموضوع تأكيد المؤسسة أن الحديث عن التحول من التسديد بالليرة أو احتساب القروض بالليرة إلى الدولار هو أمر غير قانوني وأن الشائعات اللي تبث باعتماد حتى سعر 3.900 ليرة للدولار الواحد للقروض بدلا من 1.500 ليرة هو كلام لا وجود له بقاموس المؤسسة ولا بقوانين الإقراض الخاصة فيها فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمي بينه وبين المصارف والمقتردين وبالتالي لا تغيير بهذا الموضوع نعود إلى أرض الواقع الأليم حيث وثق تقرير للأمم المتحدة بالأرقام حجم معاناة اللبنانيين وخاصة الأطفال بظل الانهيار المتميدي حد الجوع فهل يصبح مصير أطفال لبنان كأطفال اليمن؟ تحت عنوان لبنان مصير الأولاد على المحك رسمت منظمة اليونيسيف الأممية صورة قاتمة لواقع الأسر والأطفال اللبنانيين ما ينظر باقتراب لبنان من مرحلة الانهيار الكامل والشامل فبآخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة التي حذرت مرارا من ترد الأوضاع المعيشية بلبنان ومنذ العام الماضي الأرقام اليوم مخيفة لبل مهولة ف77% من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشراءه أي أكثر من 750 ألف أسرة لبنانية من إجمالة تقريبا مليون أسرة 60% من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير أو من خلال الاقتراض والدين بوقت 30% من أطفال لبنان ناموا ببطون خاوية الشهر الماضي لعدم توفر الطعام وهالـ 30% من الأطفال نفسهم ما بيتلقوا الرعاية الصحية الأولية اللي بيحتاجوا إلى 15% من الأسر توقفت عن تعليم أولادها فضلا عن مواجهة الأطفال صعوبات بالتركيز على دراستهم إما بسبب الجوع أو نتيجة الاطرابات النفسية ف40% من الأطفال بينتموا إلى أسر لا يعمل فيها أحد أي عاطلين عن العمل وهالأسر لا تتلقى أي مساعدة اجتماعية من أي جهة إلى كل ذلك دعت المنظمة الأممية السلطات اللبنانية إلى التوسع السريع بتلبية الحاجات الملحة وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية للأطفال بوقت الدولة اللبنانية عاجزة عن إيجاد أي فلس لتمويل أي مساعدات بعدما أعلنت إفلاسها أما الدعم الأممي على أهميته كقرض البنك الدولي مثلا لمساعدة الأسر الأكثر فقرا فاصطدم أيضا بالسجالات السياسية والمنافع المحلية حيث تسعى القوى السياسية للسيطرة على أي مساعدة وتسخيرة لغاية الانتخابية وبالانتظار فقط طفلين حياتهم بسبب نقص الأدوية وأرقام الفقر والعوز والموت مرشحة للارتفاع جسي شكرا لإعتكال الحاكمة شكرا لك انتصار النقابة تنطفد انتقام الثورة من السلطة الحاكمة بعد الصفعة الأولى يلي تلاقتها أحزاب السلطة بالمرحلة الأولى من انتخابات المهندسين من لائحة النقابة تنطفد جاءت الصفعة الثانية وبالمرحلة الثانية آضية فالنقابة تنطفد لم تكتفي بكم مقعد إنما اكتسحت المجالس والهيئات بالإضافة إلى مقعد نقيب ثورة 17-20 والأحزاب المعارضة أي حزب الكتائب الحزب الشيوعي وحزب الكتلة الوطنية رفعوا رية النصر بسيحة النقابة ببئر حسن أما مرشح طيار المستقبل والمرشح المستقل فشربوا مر الكيس عارف ياسين لوحده نيل 5798 صوت باسم لعوينة أي المستقبل 1528 صوت وعبده سكرية المستقل 1289 صوت خسارة طيار المستقبل لهذه النقابة كانت مدوية فهذه النقابة تعني الكثير للطائف السنية وخصوصاً أنه هذه السنة المقعد المخصص هو للإسلام كما يقول العرف ولكن النتيجة المخيبة أظهر التراجع همة المناصرين والخسارة بالقاعدة 10% فقط من الأصوات نيلة مرشح المستقبل باسم لعوينة وتعود أسباب تسليم مفتاح النقابة إلى النقابة تنتفد إلى التالي رفض الأحزاب الأخرى من التحالف مع المستقبل باستثناء أمل رفض سعد الحريرة استبدال باسم لعوينة باسم مستقل ورفض الانسحاب ودعم سكرية من زاوية أخرى انخفاض نسبة الاقتراع بهذه المرحلة أيضاً لفتت المراقبين فمن أصل 48 ألف مهندس اقترع فقط 8842 مهندس وبلغت نسبة الاقتراع فقط 18% فكان المفترض أن يشارك بعملية الاقتراع أكثر من 12 ألف مهندس ويعزل بعض الأسباب إلى التالي أزمة البنزين غياب مرشحين حزبيين وعطلة عيد الأطحى أصحاب سطرات البيض احتفلوا بالنصر ورددوا هتفات الثورة مع الوعي الكامل أن المعركة الحقيقية بدأت الآن ولم تنتهي مع ربح الانتخابات المشرف ختماً مشاهدين عيد أطحى مبارك لكم ولعائلاتكم بالصحة وفضوة البال إلى هنا تنتهي النشرة نشرة أخبار صوت بيروت انترناشنل شكراً وإلى اللقاء شكراً وإلى اللقاء